موسيقى جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط خمسمائة وزمانية عشر عنصرا اجراميا ومصر سبعة من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة بنطاق احدى وعشرين مدرية امن وسابق اتهمهم في العديد من القضايا ابرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم ماتين وواحد وسبعين قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الاعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط واحد وخمسين متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع الف ومائتين وثلاث وثلاثين قطعة سلاح ناري ابرزها مائة وثلاث واربعون بندقية ومائة واحدة بندقية الية واربعة وستون مسدسا وتسعمائة وخمسة وعشرون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة ومائة وعشر خزينة اضافة لألف واربعمائة واسنتين عشر قطعة سلاحة بيض وترسيخا لمبدأ السيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ خمسمائة وسبعة وثمانين الفا وخمسمائة وثلاثة وتسعين حكما قضائيا باجمالي سبعة وثلاثين الفا وسبعمائة وواحد واربعين محكوما عليهم من بينهم الفان واربعمائة وسبعة وعشرون حكم جنايا ومائتان وتسع الف واربعة وثمانون حكم حبس ومائتان وسلاسة وتسعون الفا وخمسمائة وتسعون حكم غرامة واثنان وثمانون الفا واربعمائة واثنان وتسعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أحد عشر تشكيلا عصابيا ضموا ثمانية وثلاثين متهما قاموا بارتكاب سنين وعشرين حادث سرقا متنوع وتم كشف غموض واحد وخمسين حادث ما بين قتل عمد وسرقا بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي واحد وستين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وستمائة وخمس وسبعين قضية إدجار في المواد المخدرة ضبطا خلالها ألف وثمانماء وأربعون متهما وبحوزتهم أكثر من سلاسمائة واربعة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الحشيشة وقرابة سلاسمائة واثنين وخمسين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي ثلاثة واربعين كيلو جرام إضافة إلى أكثر من خمسة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكسة وعدد خمسة وعشرين ألفا ومائتين وأربعة قرص مؤثر واثنين وسلسين ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين قرص ترامدول مخدر وأحد عشر ألف قرص كيبتا جون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي سمانية وعشرين مليون جنيها كما تم ضبط خمسة ملاكس غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة خمسة عشر مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة